اشتركوا في القناة يا قادما بالتقى في عينك الحب قال اشتياق فكم يهفو لكم قلب صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي فهل يا ترى يبدو لكم سرق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن العفة خلق رفيع ومطلب إسلامي عظيم ومن فوائد الصيام أنه يعين على العفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء وارتباط العفة بالصوم ارتباط واضح جدا ولذلك فإننا في صيامنا ينبغي أن نتمسك بالعفة فنمتنع عما لا يجوز النظر إليه العفة عن الشهوات المحرمة وكذلك المآكل المحرمة ففي رمضان يذهب الناس إلى المساجد في صلاة التراويح وتزدحم النساء عند مداخل المساجد في خروجهن أيضا ويكون هناك من عندها شيء من التقصير في الحجاب فالرجال خارجون والنساء خارجات فينبغي أن يكون هناك فعلا غض للبصر وابتعاد عما حرم الله كثير من الناس يذهبون في رمضان لأداء العمرة ويحصل هناك من التقصير في الحجاب والزينة والطيب بين الرجال الأجانب ما لا يجوز شرعا فيكون من الافتتان من جراء ذلك وحصول الاختلاط الذي لا يتوقى منه مما يجر مخازي ومصائب وأضرار عظيمة على الجنسين بل إن بعض الأسر التي تذهب لا تبالي ببناتها وفتياتها في الطرقات والأسواق التي بجانب الحرم ويكون من الفساد ما لا يحدث في البلد الذي جاء منه ربما ولذا فإن هذا الخلق خلق العفة لو فقده الإنسان أصبح كالبهيمة أو أضل والشهوات والملذات المحرمة إذا غشيت فإن الإنسان يخسر دينه ويخسر عرضه وينتهك حدود الله تعالى العفة كف النفس عن الشهوات المحرمة محبة لله واستجابة لأمره وطلبا لثوابه واليوم الفتن ودواعي الانحراف والعوامل التي تؤجج الشهوة كثيرة جدا قنوات أفلام أغاني اتصالات مقاطع مرئية وصوتية بالإضافة لهذا التبرج والاختلاط الذي يحصل وبلا شك أن الإنسان يقسو قلبه إذا دخل في مثل هذه الأسواق بهذا الوضع المشين وصار هناك قصص وما يسمى بنكت فيها رذيلة وفحش وإثار الغرائز الشر يلاحق الناس في كل مكان ما ترك هواء ولا أثيرا ما ترك بيتا ولا طريقا ولذلك ينبغي أن نعلم أصلا بأن النار محفوفة بالشهوات قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل إذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيتوا أن لا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها أي تعالى بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها هذا الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين حفة الجنة بالمكاري وحفة النار بالشهوات يبين أن الجنة لا يوصل إليها إلا بارتكاب المكاري الأشياء التي تكرهها النفس الأشياء الثقيلة على النفس الأشياء التي فيها مجاهدة النفس والنار لا يمكن دخولها إلا بالوقوع في الشهوات والولوغ فيها فكلاهما محجوبة الجنة محجوبة بالمكاري والنار محجوبة بالشهوات فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاري كالوضوء في البرد والذهاب إلى المساجد في الظلمة ومقاومة هذه الدواعي الكثيرة اليوم الداعي للحرم وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات ترك النفس تنزلق تهوي بلا ضوابط وترك العبادات تضيع الصلوات إعطاء النفس اللهو الكامل وأن ترتع في أنواع المحرمات والملذات والمعاصي ولذلك الشهوات التي حفت بها النار هي الشهوات المحرمة كشهوة الخمر شهوة الزنا شهوة النظر الأجنبية شهوة الغيبة شهوة أدوات الملاهي والغناء ونحو ذلك وفي شهر الصيام يوجد الكثير مما يخرب صيام الناس قنوات تعرض باستمرار أشياء تثير الشهوات وفي وسط النهار وكذلك يوجد كما تقدم من أنواع النظر والولوغ في هذه المحرمات نتيجة التبرج والاختراط ما يجرح الصيام ويفسد الصيام والنجاة من هذه الفتن خوف الله وأن يعلم الإنسان أن النار حفت بهذه الشهوات التي تعرض أمامه التي يسمع عنها ويسمعها الموجودة في السوق والطريق ولذلك الحل هو أن يكف نفسه سبعة يظلهم الله ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله كف نفسه منع نفسه من الانزلاق كان ممكن أن يذهب معها فمن أراد النجاة من أسر الشهوة فعليه أن يربي نفسه على معاني الإيمان والتقوى ومراقبة الله والخوف منه ورجاء ثوابه ومحبته أن يحاسب نفسه وأن يسائلها وأن يعاتبها وأن يفتش قلبه وأن يستعرض عمله أن يحفظ لسانه وأن يحفظ فرجه كما قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري ولابد أن نحي واعظ الله في نفوسنا أيها الإخوة والأخوات وأن نقضه في قلوب أولادنا لأن أنجع الوسائل في مقاومة هذه الفتن أن يربي الإنسان نفسه على خوف الله في السر والعلانية وإذا أغلقت عليك بابك الله يراك وإذا تحركت كوامن الشهوة وأتاك الشيطان أنه لا متنفس إلا بكذا وكذا من هذه المعاصي فاعلم أن الله يراك وما الذي يخمد الشهوة المحرمة في النفس تذكر العذب كثيرا ما طير الشهوة في النفس وأذهبها ذكر جهنم ذكر عذاب الله ذكر الموت تذكر أن الله مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإذا خلو تبريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلود بما كانوا يعملون التفكر بالعواقب وما ستأول إليه القضية يوم القيامة هو الذي يكف لذة ساعة شر إلى قيام الساعة ثم تعقبها الحسرات والزفرات ونحن إذا كنا نعرف بأن أماكن المختلطة وأماكن الشر فيها هذه الأشياء فكيف نذهب إليها ونطيل فيها ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر ونطلق النظر وكذلك مشاهدة الصور والمحادثات وتبادل الرسالة الإلكترونية وهذه المواقع التي يدخلها بعض في نهار رمضان ويتخاطبون فيها ويتكلمون ثم تعرض له أشياء ويقول فقدت السيطرة فقدت السيطرة وأفسدت صومي نسأل الله السلامة والعافية إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي وصبر فواها يعني تلهف وتحسر لمن باشر الفتنة وسعى فيها نسأل الله أن يعصينا من الفتن وأن يتوب علينا وأن يحصنا فروجنا وأن يقينا شرور أنفسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياق فكم يهفو لكم قلب صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي فهل يا ترى يبدو لكم سربا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر